اشتركوا في القناة 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 لا الناس ما بننتبهلون انا بننتبهلون يعني خاصة بالتمثيل بالكتابة بكل شي خاصوا بالبروداكشن بالاخراج هول اشيان احنا بننتبهلون الناس ما بنتبهولون انت قاسية على حالي طبعا طبعا قاسية هولا بتقوموا عن نقاط بس انتقضوكن ايه ما تقامت انا ما تعمل انا ولا مرة انا كل شخص بينتقدي بطريقة محترمة بتشكره بس الشخص يلي بدي يجرح هيدا هيدا ما منه موجود بحياتي صحيح اشتماعتي نادين جابر بضحايا وبناس معنفين حقيقيين وبعائلات عاشت نفس حكايات المجتمع بجمعيات خيرية مزبوط نساء معنفات واجتمعت بشخص بينتمي لعيلي عنده نقبن عن جد هيدا التقاليد ولو انه في تقاليد راحت هلأ مثلا بس كان لابد انه ندوي عليها لانه تعرف انت بالدراما لازم تعلي جرعة شوي شوية مبالغة لحتى تكبر القصة فكل شي شفته من زواج البنت الكبيرة قبل صغيرة من عدب العلم من التعنيف من كل القصص من قتل هيك عالي ونروح نكمل حياتنا كل لياتهم كلمة مثلا الدم دم اليك والعرض الينا هاي مش مني خل كلهم موجودين ما في شي انا حطيته من عندي ما في شي اخترعته كلهم موجودين وان بنسب متفاوتين شكرهو لبديء لعمار شلق كتير لانه هيك كاركتر لازم ينكره شكرهو لازم ينكره والمصيبة انه فيه عنا منه فيه بالحياة انه نحنا كينا على رهف وتعطفنا معا بس فيه ميت رهف بالحياة على شو تمت بكتابتك على المسلسل يعني عامل شخصيات وظروف و احداث وحكايات يعني كان من الاول اتجاهه لدراما اجتماعية وكان عبالة انه صلت الضوء على مشاكل المرأة بالمجتمعات الى حد الماذكورية من هون كانت الانطلاقة وفتت بكتير اصص خاصة بالمرأة بس كتار كتار نادين سألوا هل ممكن اللي عم نشوفه هو موجود بالعشرين اربع وعشرين يعني كيف بعضهم يعني يفتحوا انا وعم بكتب المسلسل انا وعم بكتب طلعت خبرية انه في وحدة راحة خطيفة وطلعوا اخويتها اتنين حطوا فيديو على السوشال بيديا عم يتباهوا انه قتلوها ومسحوا عارن بعد الهلاء بتصير احصاءات اللي صارت من شي جمعتين جمعية ابعاد العنف ضد النساء اللي بيقدي للقتل يعني زيد 300% هاي دي السنة عن السنة الماضية كيف حدا بيقول بعده مش موجود نحنا اذا عيشين الحمد الله اذا احنا عيشين بانتراج ما في تعنيف ما في زكورية قولوا الحمد الله بس في كتير منهم بس فكرة انه انا اتجوز حبيب اختي لا ما يجوزوني لحد لا انا بس اتعلم ارجع ايه هاي دي دراما يا ربي هاي دي دراما طبعا لانه هي مجبورة تتجوز ابن ابن عم ابن عم فشو بده تعمل وهي ما بده تتجوز واختها بتحبه فهي دي دراما هاي دي شو انا عم بعمل دوكومنتري يعني صايرة هي مش صايرة هاي دي دراما في فانتازيا يعني يا حبيبي طبعا كل مسلسل كل مسلسل انا ما عم بعمل وصائكة طبعا وقال له شو شو الخيال الكاتب لا فعلا لا هي الفانتازيا يمكن اللي بتشد اللي بتجذب على شو بتلعب على الاحاسيس على الشعور هاي دا شي ضروري الدراما يعني خيال يعني خيال الكاتب فيه اشي بتخده من الحياة وفيه اشي فيه خيال الكاتب هو اللي بدي يطورها ما حدا يعني هاي دا اللي بيطلع بقلك انه وين بتصير ليش منحضر مسلسلات على الناتفليكس ما في شي منهم بصير ومنتقبلهم نحنا بس شاطرين نحنا بس شاطرين انه ننتقد الخيال العلمي اللي دايما بيقدموه على الناتفليكس وغير المحطات مش بس الخيال العلمي مش بس خيال علمي عم بحكي حتى الكاتب بدي يكتبه خيال الكاتب عنده عنده مارج محدد حر يعطي فيه طبعا مش مارج محدد شو ما بده فيه يعمل ليحق للكاتب ما لا يحق لي غيره هيك لا يبقى اذا راح من عطاكن هالصفة ييه ما انا ليش اسم الكتبه شو انا اذا عم بعمل وصائك تاع حاسبني اللي هيك ما بيصير هيدا الوصائك طبعك مش مصبوط لما كون عم بعمل الدراما انا حرر وهم دروها حكينا نادين جابر ابن شوية لانه شخصية سحر بعضها عايشة بقلوب عقول المشاهدين وبعضهم بيستشهدوا فيها الناس هالمرة القوية لعبت عشخصية السهاد او سحر او يسار عفوا كمان هم في شخصيتين كانوا مزبوط وبستنفع اليسار بتصير سهاد دغري بالحكي بالترجع للحكي طبعا لانه ليك هلا انا عم من جنوب بحكي تقريبا لهجة بيضة في عندي كم كلمة جنوبية بس اذا عصب بيطلعوا منهم لحارن خلاص هاد بلت ان بالانسان بس لعبت شوية اللهجة تكون بيضة نوعا طبعا لعلك لعدد اسباب ايه في ناس كتير بس انا اجوا انتقدوا وين شو هي هاللهجة اللي بيش معروف من احنا من لكها خير انت ما عم تنتقد انت عم تعطينا حقنا نحنا قاصدين انه تكون لهجة جامعة الكل من الجنوب لشمال لعكار للبقع لشو مبدك لانه بكل مجتمع فيك تلاقي متل هيد العائلة ولحتى ما تنصبغ انه نحنا عم نحكي عن منطقة معينة بس في الحجاب كان واضح طبعا الحجاب انه هنه اسلام ايه طبيعي هاي مخصة بها كمان لقاتوا انت قادت كتيري على السوشال ميديا على قصة انه كأنه بس فرجاتوا كأنه البرأة المسلمة واحدة معنفة بس كان في باربي قصة باربي اللي مرأت اكزاكلي باربي اللي هي كريستينا كريستينا من اسمها انه مسيحية وبتفوت على الكنيسة وطلعت انه جوز امه كان يعنفها وحاول يغتصبها والام اتلته ما عم من عم ابنت اتلته والام اخدت ايه اخدت محلة في كتير قصص بعدين في عندك ليش هايدي مرأة مش كتير انتبهولها لانه يمكن هوني اكتر بس انه انا في محلات كتير مرأت فيها في مشهد بتجي فتاة محجبة لعند ريا وبتقل لها انا مسافرة كف علمي برا طب هايدي ليش ما حدا قال بتقل لها ايه قبلينين اهلك بتقل لها انا اهلي دعميني واهلي وقفين حدي وواواوا بس انت بيك اللي غير شكل ما حدا في منه بقى بتقول ريا مزبوط معك حق مين ما بقى يتعلم ومين ما بقى يسافر كل اهل الضيعة هيك فانا ما عم بعمم بس انا هايدي العيلة عيلة حلم هي عيلة وحدة فانا اكتر شخص دقيق بهول القصص انا اكتر شخص ما بيسيء للإسلام انا مسلمة انا اختي محجبة وانا امي محجبة انا بلال موت كنت حتى افضل مثال للإسلام من ام محمود ومحمود حتى هوني في عندك يونس منه مسلم شو الشخص اللي بجنن رباح منه مسلم ضحى منه مسلمة مش مزبوطين هون اللي بدي نقوز زوجك زوجك مختلط جوزة مسيحة ايه وتزواجته مدني مدني والصابي الصابي لبيه اكيد ما في اهضم منه كل مرة بتغزلك فيها الله يردلك عنه ايه برسي طيب هيها عايشين فحدي وطنية شو بدا طبعا ما بالنهاية اصلا الوحدة الوطنية اللي انا بدي ايها شو يعني فرجيتها باخر مشهد لما ام غير محجبة مع بنت غير محجبة وبنت التانية محجبة طب هايدي البنة ربيت كأنها مسيحية وهايدي البنة ربيت كأنها مسلمة هايدي الوحدة اللي بدي ايها يعني يعني ليه ما عم يتطلعوا ما فينا نتطلع نحنا منفوت على الاشياء نروح على لب المسلسل بالاخر النتيجة شو نحنا بدنا نوصل من هايدي الخبرية فيها 30 حلق بجي قطعوا طبعا في احداث وضلت هايديكي مع انه صار فيها عنده حرية الرأي طبعا فيها تشيل لحجاب كلهم بقيوا محجبات لأنه كلهم عن أناعة معده ريا ريا حرة طب انا بتعرف انه ريا هي كانت بنت معي بالجامعة ريا محركية ريا محركية اللي هي ريا هاي هي الـ USC بوجك انا كانت تخريجة الـ USC كان معي وحدة بالجامعة نفس ريا هي محجبة غصما عننا من قبل اهلا وتوصل على الجامعة تشلحي حجابة طب هاي وحدة وحدة منه البقيين حرة يعني لا اكراها في الدين أنا هيدا اللي عم جرأ لكن الحال في نقطة كمان لازم كنا تنتبهولها يمكن مش كتار تبهولها لأنه انتوا ما فرجعتوا الاحجاب الخطأ فرجعت يمكن بما كان ما الاجباري يعني نحن نجي بركع هيدا انت عندك الخيار تحطي طبعا هيدا العبود لأنه لا اكراها في الدين كارول عبود كيف كيف الرزق وناس شو كانت تقولها بيبي للموت الرزق ومرزق وطبعا الرزق و كيف كيف ضهرتي كارول عبود من سرايا وغطي عضحها كان لازم وعفكرة هيدا كمان مما هي اساس غيب ديو ديو بجنر فضيع كان لازم كارول عبود وهي كان بدا انه ما بدا تعمل كاركتر كوميدي يتشبه بساريا كمان بدا تطلع تطلع بعكس ما كانت فاختارت ضحى لحتى تطلع من ساريا وكان اختيارها صحيح كان كان لازيذ كتير وكان دي المشاهد انا كتير بحب ندين جابر كتير بحب بالمسلسل الدرامي شوف هوا دي المواقف الكوميدي طبعا لانه هاي هي الحقيقة وليك بالنسبة كمان الموضوع حيالله موضوع اذا كان هلقدي دارك وفيه وجع في عندك مشاهد اسمه المشاهد تريح المشاهد لحتى يرتاح نفسيا ما فيك تضلك كل الوقت عنف او دراما او بيكي بدك تريحه بمحلات هؤلاء ضروريين انا بكلمه سلسل عندي كاركتر معضون ثلاث امرأة وثلاث رجال ماجي بغصر مع مهيار خدور مع بدي عبو شقرة مع عمار شلقوا به الرابع اللي ما كان كتير ضمن هو السلسي اللي هو طلال الجرد امرأة وثلاث رجال كيف كيف حبكت يا هايدي هايدي الشخصية كيف حبكت هايدي السلسية ما هي حبكت لانه مين اهم رجال بحياة الامرأة اول شي بيا وخيا حبيبة او جوزة سو هني هول هول الرجال بحياة المرأة هني اللي قالوا تأثير كتير يا سلبي يا ايجابي على حياته فكان لابد من الوجوه الاربعة لازم كيف كيف رسمتيهم بهالدقة بهالاختلال تعرف انا هايدي شجرة العيلة ايه كيف انا اخذت معي اخذت معي شهر ونص لحتى اطلع بهيد العيلة واعرف كل واحد قديش عمره لحتى اعرف كل واحد ايا قامتا نخلق قبل وقامتا نخلق بعيد لانه يسار لما هربت سهاد لما هربت كانت اختها مش مجوزة فاختها اقل منها لازم بعدين هي تجوزت من بعضها راية لازم تكون اكبر من هون يعني كان كيف الناس ضاعوا اول فترة ليفهموا العيلة انا اخذتني وقت عملو كتير انا كانت على تيك توك على السوش شجرة العيلة شجرة عيلة الحلم الحلم صح فما كانت هينة ما كانت هينة لانه مسلسل كله عبارة عن عيلة وحدة ان كان ببيروت او بكفر حلم هن كلهم عيلة وحدة ولاد عمه ولاد خلاته واخوة واحفاد يعني ادي عندها مهارة ماجي بوصن واجهت بحكي بالتصوير مش كها مهارة تمثيلية اكيد هادي ما حدا بيحكي عنا تواجهت هالخليط العنف والحب والقوة والضرب اوقات لك انا هالمواقف المتعددة الاوجه كلهم عباعدهم يسار هدا الماسك اللي عم تحطه طبعا طبعا لك قدي سحر كانت نقطة تحول بحياة ماجي بوصن انا وعن بكتب المسلسل وطلعت بالكارات فكت قاعدة انا وياها قلت الله سحر اهين بكتير من يسار لانه سحر صحيح عندها معاناة بس سحر شخص قوي بيواجه بيحكي بيعصب هلأ بيعلق حدن بيحكي له كم كلمة بيسب بيطلع بيقوس بيفش خلقه يسار هي شخص يعني متكوكع على حاله هربان خيفان ما بيواجه كله انتريار يعني دايما تلاحظ ما بتعبر يسار ما بتعبر كله بتحطه بقلبه يعني قوية قدام الكاميرا ضعيفة بس تبت مية بالمية انت عم تشوفها قدام الكاميرا بس قوية اللي هو هيدا الماسك اللي بتلبسه بس ببيتها بحياتها هي شخص بخاف من خياله وقالتها انه انا ما كأني يسار يلي الدني كله بتخاف منه وانا بخاف من خياله فكان تحدي كتير كبير لانه يسار منه هيني يسار من اصعب الشخصيات اللي ممكن يلعبها حدا اصعب كتير سحر كتير هيني قدامه لي أصعب من طبعا 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 اصدت تكون ردة فعل يونس بالمواجهة بينه وبين سيف اللي قتل عروسه على الشكل لتفرجينا انه ممكن نحارب الشر بالخير او انه ممكن نلاقي ناس شر داخلها وناس مش ممكن تنجر للشر لو مهما نوضعه طبعا بأصص فيها شر اكيد اصدت لانه ما فيه اهين منه انه انا عقتله لسيف الحل مش بالقتل بالقانون بالقصص كان فيه ميسج من وراء يونس انه هو عنده بنت بالنهاية بقله انا فالل مش لاني مش لاني ماني رجال انا مش فالل لاني جبان انا فالل لاني رجال لاني رجال لانه مبدي بنتي تربى بمكان منيح بكذا فهيد هيدا اكيد ميسج لانه انتبه لو بدي لو ما بدي يفوت بها الخبرية كانت بالحلقة الاولى ما في حلقة ما في مسلسل كانت من بعد ما صارت يسار يسار حملت الفرد وراحت طلعت قتلته لسيف وما في مسلسل وما في مسلسل نصعت زمان اكزاكلي ما في مسلسل ما بيطلع على الهوى فلقات الهين لقات الهين ما في اهين منه في كاريس هيا رسائر كتير طبعا ومنى مش مناظرات وتنزير في محلات مباشرة لما تكون ورا الكاميرا عم تحكي هيدا كانت انا مقصودة مثلا في ناس قالوا انه شوي الحوار مباشر طبعا مش شوي انه لا هيا اكيد لازم يكون مباشر لانه هي اخذة هون وضعية المزيعة يلي عم تنصح بس بحياة العادية ما كان الحوار مباشر بهون كان مقصود ان يكون مباشر نعم الكاستنج اما حكيت عنه قبل شواء داش كان اوي من خلاله النجوم المعروفة بأثناء كبيرة والوجوه الجديدة والوجوه الجديدة اللي كانت كتير كانت كتير لك لانه النص فيه كاريكترز كتير وجرابت انا قدمى فيي اني اعطي حق لكل حدا بالمسلسل يعني ما حتلاقي انت شخصية ما الى داعي تكون ما الى داعي يعني حتى فيه شخصيتين يمكن ما حدا انتبه لهم أو كم حدا انتبه لهم يلي هني نوح وبنته لا يونس نوح عنده متلازمة متلازمة الحب متلازمة الحب متل ما منقول وما تعطيت معه حدا مختلف بالمسلسل كتيره نص ودور عادي عادي كأنه شخصهم لانه لانه طب ما هني هاي العائلة بيتجوزوا من بعض ده فيه امكانية طبيا انه يكون فيه هايك ولاد بذات الوقت عندك بنته لا يونس ما بتحكي كمان لغة اشارات انه هولي مش انه عم نضوي عليهم ونحكي عنه لا انه هولي موجودين بالمشتبع متلهم متل حياة لحدا فكانوا موجودين يعني كان فيه تينا رانين مطر كان فيه رانين حركة مازموط مارلين نعمين فرع جوي حلاء بدور ملاك طلال جرد ما بالتو نقولها دانيار هي انسان الكبير نوال كامل قديرها كان ضيفتي وحكينا كتير سرين وكان فيه كتير كان فيه جانا ابو غصن كمان اللي عملت دور ماجد نعم دور سهاد هي وصغيرة سهاد مش صحر مزبوط كان فيه صعوبة باختيار حدا يجسد هيدا الدور ليك هلا خبرية الكاستنج اكتر للشركة يعني اللي كانت ماسكة هيدا المهمة هي جوال بيطار يلي عرفت كل حدا يعني نحنا اجتمعنا كل واحد عطى عطى رأيه بكل كاركتر شو بيكون اكيد انا اسكاتبة بيحق لي ان اقترح اسامي بس جوال هي يعني الرأس المحارب بقصة الكاستنج يعني هي اللي شاطرة كتير بهول القصص هي مرتب وجه جديد جانا اللي رح تمثل دور ماجي وصهاد يعني مش القوية المغلوبة عمره وضعيفة بوجه جديد ادى يعطي تكن اللي انتو بدكن كل حدا كل حدا عن جد بهالا مسلسل مش لانه المسلسل المسلسلة بس بشهاد تلك انه كل حدا من الوجوه الجديدة اول يعني اخلينا احكي عن وجوه الجديدة هلأ كل حدا كان بيستحق فرصة اللي نعططله وكان بمحله وعطى من قلب قلبه لانه كل ياتهم كانوا مقامنين بهالا مسلسل مقامنين بشخصياتهم مقامنين بالرسالة اللي بيحملوا هالا مسلسل نعم يعني اخد اخد مثل ما قلنا حيز من النجاح مع انه كان فيه اكتر من اتهام لقلو بانه مقوز عن نسخ تركي وعنه طب هيدا هيدا الاتهام يعني انا ما بفهم كيف شخص بينتقد هيك شي بيطلع انت بس حدا يفسر لي المسلسل طبع اللي عم بقوله انه مكتبس منه هو التموح الاعمال اللي موجود على الناتفليكس وانا حضرته والناس كلها حضرته شو فيه شي مشترك بين هالمسلسل غير انه هي مزيعة شو فيه شي مشترك فيه زميلي مرحل لك شو اسم عم تبعتلي سؤال هل مكتبس شخصية ماك من نضال الاحمدية اذا عميك تقولي اسمك ايني نضال الاحمدية انا استغربت ابدا نسرين شرواني بتليك احلى تحية لنا دين جاي بالحبيبة قلبي ولفريق عمل اجمل مسلسل لبناني السنة ابدا العنف مش مرتبط بالدين بس يمكن الاسلام متشددين اكتر عم بتقول احدلك الزملاء ممثل كمان ما رح قليك اسمه دايب عم تقول اسمك اذا بيسمحول اذا بيسمحول اقولولي بقليك كيف بعدتي سحر مش سحر سهار تنزل تتعلم وهي مفروض ما معنش مساري مين قال مين قال انه ما معنش مساري كيف بتفوت على الجامعة و هي اصلا مش معلمة بحسب هيا نزلت لتفوت على الجامعة هذا ممثل عم يحكي هذا ممثل يعني اذا ممثل و عم يحكي هيك دماج لانه لو حاضر مظبوط ما هي نزلت على بيروت لا تتعلم و اخدي معها مساري و انا ولا مرة قلت انه عيلة حلم نشتين جميع نحضرونا كلهم من حقيقة ولا مرة انا قلت انه عيلة حلم ما معه المساري و حتى بالدليل انه لما اجت شفنا انه سحر دي اخبص خليني كفي بليز خليني كفي انه زل فوقت ما راحت سرقت الدني سرقت المجوهرات و سرقت مصاري هالقاد ولا مرة بحياتنا نحنا كنا قلين انه ما معه المساري يسار قبل ما تنزل على المدينة كانت معلمة بتضيعها على القليلة كانت معلمة مدرسة و فاتت بدأتروح على الجامعة هني عندهم بالنسبة لقلون كل البنات بيتعلموا للمدرسة و خلاص الجامعة بالنسبة لقلون راحنا لك زميلنا يعني ما لازم يعني لأنه هو زميلنا ما لازم نشرح له هيك شي كمان بيسأل سؤال ليه ليه بس ماتت رهف ما عدتوا ضويته عليها بلا باخر حلقة شو زكروة شو بدنا نضوى عليها كل القصص عم بتصير من ورا رهف من ورا رهف تورنير المسلسل كلها من ورا رهف بدي حيي كتار بعضهم عم ببعطوا لرسيل بس بدي حييهم زعجك انه للموت بنسخته التركية توقف من تالت حلقة اكيد زعجني شو اسباب بس حق عليهم يعني انا حضرت اول حلقة كاستنج وايز مش كتير ليبقين للادوار تاني شي حلقة تانية تالتة مختلف كليا عن النص اه ضعروا كلية ضعروا كلية اه بحقلهم اه بحقلهم غيرهم اشتروا الحقوق اذا بتحضر انت الحلقة تانية تالتة اه ما دخلوا بشي اسمه للموت ما دخلوا فيه كاركترات مش موجودة فيه كاركترات زي دينا اه الاشياء اللي بتفسر للمشاهد اللعبة بين صحر وريم مش عاملينا وحتى انا اللي اكتشفته انه صار فيه مشاكل بين الابطال والشركة اصلا تغيروا كذا مرة شركة المنتجة والمخرجة هني تغيروا كذا مرة صحنا ايه بس انا بحكي عن اخر اخر كاست فصار فيه كتير مشاكل فيه بس انا بالنسبة لقالي اللي حق عليهم ان بلوس حطوا بوجه مسلسل خيري بدني صارلوسينية اللي هو المتوحش خيري بدني بالعالم العربي كيف بتركيا انا عم طيبه اوكي انا تخوصيبه وقول نصيبه لا مش نصيبه هني 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 اصلا كان فيه مشاكل تغير كتير الابطال الرئيسيين بالعمل وين صار للموت بجزء الرابع كان فيه عشر حلقات مفروض تطلع لا ما كان فورشور كانت تفتر لا لا كان بلسوا تشتغلوا عليك كنت بلسوا تقدوله يا عمو بدكتبه انت بكتبوله لا انا بديقول انا بعرف مش تعرف انا ما حتعرف اكتر مني من بعد ما خلصنا نحن للموت ثري انا كان عاساس ما بقى فيه اه للموت اه اربع اوكي لانه النهاية كانت غير مرضية للناس وبدوا النهاية واضحة قلنا انه بعد ما خلص انا ما قلت انا ما قلت من ايبانكم من ايبان الشركة انا عم بحكي عن حالي انا ما قلت النهاية انا اللي بدي اكتب انا جيت قلت انه يمكن حسيت حالي انه ظلمت الجمهور لانه تعلقوا بهول الكاركترات لازم ما لازم تكون النهاية مفتوحة فخليني هلأ عم بكتب انا مسلسلة رمضان من بعده اذا طلعت بخبرية ست سبع حلقات ثمان حلقات لان هي فيها ممكن اعمله ولا مرة قلت رح اعمل قلت ممكن هلأ بقل لك ولا ممكن يقال انا بريء من هيدا اللي بدي اقوله هلأ انا اتبرق بس بدي اقوله يقال انه سبب الكنسلة للموت وجزء الرابع هو الخلاف اللي صاير المستجد بين ماجي بغسن ودانيلا رحمة انا 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 بنقول شؤريت طيب انا 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 نفسر انا خلصت كتابة امل اول جمعة من رمضان اول عشر تيام من رمضان يعني انا هلأ هيدا الجمعتين لو بدي افكر كنت هلأ بفكر انا ولا مرة فكرت بحبكي اصلا يعني اذا فكرنا بحبكي ونعرض على الشركة بكون يعني فينا فينا احكيك بالموضوع بس انا ما فكرت حتى بحبكي كلهم هود اتهمات باطلة بكت ايدي دي هلأ يعني يعني عم بحكيك انا مش وجهة مش وجهة نظري عم بحكيك اللي صار عم بحكيك انا الشئ اللي متعلق فيه انا قلت ممكن من بعد ما خلص كتابة رمضان اني فكر بحبكي اذا لقيت حبكي رح اعملها طب انا ما فكرت بعدني الى هلأ بحبكي خزقنا صفحة للموت نهائية ايه خلص خلص ايه خلص ايه هداية المسلسلة جمعية خيرية ايه حماية صح ايه ذكرنيها ايه ذكرنيها لانه هي لانه اصلا كمان ماجي هي الوج الاعلامي طبع الجمعية حماية اللي لتعنى بحماية الاطفال اه تقدمت جمعية كفا ونائب بولا يعوبيان ونواب اخرين باقتراح عنون بيرمي لموضاهدة العنف ضد المرأة تزامنا معارض مسلسلة عامل قدنش بتحسوا بالانتصار اه فخر فخر بس مش انتصار لانتصار لما يتصدق علينا الانون اه حبيتها منك ايه فخر انه نحنا قدرنا از الدراما اه نحرك انتبه هلأ عم يشتغلوا من قبل على هيدا المشروع الانون وكانوا مقردين انه يطلقوه بشهر ازار لانه شهر المرأة وشهر عيد الام كمان بذات الوقت سو هنه كانوا عم بيحضروا هيدا الشي ونحنا عم يدرسوا المشروع الانون ونحنا بذات الوقت عم نكتب المسلسل واثنينياتنا مش عارفين عن بعض فكانت لقلوب عند بعض لحد ما طلع المسلسل وحطينا ايدينا بايدين بعاد لحتى يصير هيدا الشي يتقدم هلأ المشروع على امل انه يتصدق اذا تصدق هون بيكون الانتصار الكامل شو جديدك نادين هلأ الرياحة هلأ بدني يعني بلشت عم هكي شوية براين سورمينج ايه الحصري لا لا مش حصري لا ابدا انا مني مادية حصري مع حدا مني مادية مثلا ما يعطوا الانتاج حلو عمشوف سخاء الانتاج لا ما تكون مبسوط مبسوط بشركة يعني لا بدك تغير الا اذا اجا شي تاني بعدين later on اكيد مش غلط يعني ان نغير بروح وبرجع وعادي من خلالك بدي حي ماجي الصديقة العزيزة وستاذ جمال سنان على القليلة فيه ناس عم تشتغل بعض فيه ناس عم تأمن فرص عمل لناس وفيه سخاء بالانتاج وفيه شطارة بالتمثيل وفيه ايداء حلو وفيه كتابي صديقتي نادين حبيبي تانكيو انا بخانقك على الهو بس انت عطلها صديقتي لا مش مخانق اللي بحبه بشركة ايجل انه بتاعتي كل شخص حقه كل position يعني انا عندي صلاحيات بتغير نصوصك الوقت ابدا ابدا يعني بتزلزل بتزلزل زي تغير تعمل مشكل بس انتبه كل ممثل بحقله يعطي رأيه بحقله يعطي فكرة اذا اتناعت اكيد ايه بحقله اقدم الدور بشيل برايحه اكتر يمكن هادي لا اشارة شغلت هي والمخرج حسب كيف التأديات الدور بس عم بحكي نص وورق ما حدا بيتدخل بس بشتو متاموة يعني يعني هلأ رامي حنة غير فيليب فيليب بيعطي مجال ارتجال للممثل رامي ما بحب الارتجال عم بكون النص حرفية فأتيله لفيليب اصمار اكيد يعني فيليب شقفة مني فيليب كذا موصر كذا موصر لخمس سنين انا وياه يعني ورفيئة السؤال الاخير والمنتظر والملح والكل من جزء تاني لا لا عامل ما فيه جزء تاني لانه اصلا خلص خلصة القضية وشو معبدين عمل يعني خلص خلصة القضية خلص المسلسل اللحام القضية هعمل تكفي القضية فيه جزء تاني وتالت من القضية تكفي بس مسلسل خلص ما بقى في شي رسمتي شخصية جديدة لماجي رمضان بعد ولا تصور لا لانه هلأ ممكن بدي اعمل شي قبل رمضان يعني شي تاني كمان مع ماجي لا مش لماجي نادي جابل كاتي باللبناني اللي انا شخصيا بفتخر بصدقتنا وبفتخر دايما بنجاحاتك تبت عاملية بلشتا بمشكل انا هنا دي لا امدا من زمان من زمان دايما اي وقتا كان فيه بعدها من نحكي فيه نشوقت ناسي على كل حال اهلا وسهلا فيك بسط فيك كثير ده بتعرف انه لما تدقلي قلوت تلقيني هون وبنزقفلك كل مرة لنجاحك اللي بتعملية نصلنا على ختام كل شي جديد عبر صوت لبنان نضمن على الموجي السوا انا عودري داغر وكل فريق العمل من حييكن حتى نلتقى من الجديد تضلو بخير